ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ذكرنا سابقا لكم أن الناس في المحشر يملون من طول الوقوف ومن طول التعب التعرق لقرب الشمس منهم يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح ثم يذهبون إلى إبراهيم وموسى وعيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام فيطلب من الله عز وجل أن يفصل بين الناس فتنزل الموازين ويبدأ الحساب ثم يفرزون الناس من هو إلى النار ومن هو إلى الجنة كل هذا ذكرناه في الدرس السابق ونحن هذا اليوم سنتكلم عن هذه الجنة وعن هذه النار والأدلة التي تتكلم عنهما قال الله تعالى أعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إذن صفة الجنة أن من صفاتها تجري من تحتها الأنهار سميت جنة الجنة والجنين جنين والجن جن لأنها خفاء هذه كلمة جيم ونون تعني الخفاء فالجنة سميت بجنة لأن من كثر الشجر وتشابكه فيها تغطي من كان فيها أقصد جنة المزرعة في الدنيا فقال مزرعة فلان أو جنة فلان يعني المزرعة فكذلك الجنة هنا فيها من النعيم من الشجر وفيها من خفاء النعيم الكثير الذي فيها فسميت جنة لأنها الآن لا نعلم ما يوجد بها من نعيم وجمال أعطاء تجري تحتها الأنهار أعطانا الله صفة من صفات هذه الجنة أنه يجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إذن صفة أخرى ذكر في أحاديث والسنة أن الجنة فيها أنهر كثيرة نهر من لبن ونهر من عسل ونهر من ماء ونهر من خمر يعني لذ عصير لا سكر فيه ولا أذع إن الذين خالدين فيها أبدا لا يموتون أبدا ليست في الدنيا ولا تشبه الدنيا بشيء لا يموت من دخلها أبدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طيب كانت لهم جنات الفردوس نزلة إذن نتيجة أو استحقاقك في الجنات الفردوس هي آمنوا وعملوا الصالحات أمران إيمان وعمل إيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وقادر خير وشره أركان الإيمان الستة التي درستموها سابقا وعملوا الصالحات لا بد من العمل الإيمان صحي مقره القلب لكن أيضا الإيمان فيه عمل الإيمان يزيد الإيمان ينقص لا بد من عمل حتى تحصل على هذه الجنة جنة الفردوس والرسول سلم عندما حث على طلب الجنة والدعاء في الصلوات وغيرها قالوا طلبوا الله الفردوس الأعلى فإنه الفردوس فإنه أعلى الجنة وهو أوسط الجنة فنجعل طموحنا عالي عندما نطلب الجنة الجنة لها ثمانة أبواب ولها أطباق كل طبق يختلف عن آخر ما بين الطبق والطبق كما بين الأرض والنجوم السماء وأعلاها هو الفردوس الأعلى فاطلبوا الله عز وجل فردوس الأعلى أما عن النار فقال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق يريدون التنفس ولا يستطيعون حتى التنفس عياذا بالله يريدون أن يعيشوا بهدوء داخل هذه النار لكن لا يستطيعون فأما الذين شقوا شقوا متى؟ شقوا في الدنيا وشقوا في الآخرة أشقوا الناس وأشقوا أنفسهم وأشقوا أهليهم وأشقوا جميع من يعرفون ومن لا يعرفون أشقوا أبدانهم فتجد البدن متأذي منه وتجد نفسه متأذي منه وتجد أهله متأذي منه وتجد البلد جميعا والناس جميعا وهم درجات هؤلاء في الشقاء عياذا بالله من هذا الشقاء فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق والنار يدخلها الكافر وهي مستقر له وهي حطب لهم وهو حطب والكفار والمنافقون حطب لنار جهنم مثلما أن النار لها حطب والخشب فالنار حطبها هؤلاء الكفار والمنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر أما العصات المسلمين فيدخلون النار تخفيفا لهم من ذنوب والمطلوب أن لا ندخل النار أصلا نسأل الله العافية والسلامة لذلك نبتعد عن اتصاف في صفات الشقاء وأهل الشقاء ذكر الله عز وجل قبل الدخول في هذا في آية عندما سألهم الملائكة قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكوا من المصلين ولم نكوا نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين يعني حتى أتانا نموت كنا على هذا الحال فمعنى أن عكس هذه الأمور هي سبب دخول الجنة ومن فعل هذه الأمور لا يصلي أو أحمل في صلاة دخل النار ولم نكن نطعم المسكين لم يكونوا يزكون أموالهم ولم يكونوا يدفعون ويطعمون هؤلاء الفقراء من أموالهم حتى أتاهم اليقين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نستهزئ ونستمرئ حتى أتانا الموت فقبضنا الله عز وجل على هذه الحال فأدخلوا ثقر وهي اسم أسماء جهنم وهو أيضا دركة من دركات جهنم فالجنة درجات والنار دركات أهل الجنة هم عباد الله المتقون ومكان الجنة في أعلى عليين كلا أن كتاب الأبرار لفي عليين وأهلها هم كما ذكرنا كل مؤمنين تقي إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ذكر الله عز وجل قالوا إنما نطعمكم لوجه الله هؤلاء المتقون يقولون عندما أعطوا صدقاتهم وتبرعوا وزكوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لم يكنوا يريدوا مدحا أو تناعا من أحد إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا الصبر أحد أسباب دخول الجنة جنة وحريرة طيب نتذاكر نحن وإياكم بعض أسباب دخول الجنة من أسباب دخول الجنة السبب الأول هو سلامة المعتقد عقيدتك في الله وإيمانك في الله كان الإيمان الستة كاملة لديك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وبقدر خيره وشره هذا سبب رئيس دخول الجنة كذلك من أسباب دخول الجنة هي عملك لأركان الإسلام فلا يمكن أن تكون من المسلمين إذا لم تكن عاملا بأركان الإسلام فأنت تشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله لا تشرك بالله شيئا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الصلاة الله عز وجل ذكر أن من أهمل هذه الصلاة وقصر فيها فإنه سيدخل النار قال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كذلك الزكاة وهي دفع المال من هذا الشخص الذي لديه نصاب المال كما درستم في مادة الفقه وصل له حد معين فيجب عليه زكاة سواء في المزروعات أو في الرعي للحيوانات أو سواء في الأموال والتجارة وغيرها تعطيها هذا الفقير أو المسكين أو أهل الزكاة أيضاً صيام رمضان لم يهمل فيه لم يقصر فيه صيام رمضان أيضاً أخيراً الحج حج بيت الله عز وجل وهو ركن أركان الإسلام لما استطاع إليه سبيل وما طبقت عليه الشروب إيمان وأركان الإسلام منها الأمور أعمال البر المختلفة الزائدة عن الأمرين السابقين وهي أساس الدخول لماذا هذه أعمال البر المختلفة؟ أعمال البر المختلفة هي مثل صلاة النوافل ليس صلاة الفروض ركعتين بعد صلاة الظهر ركعتين قبل صلاة الظهر ركعتين قبل صلاة الفجر وحكذا تسد الخلل ربما عندك نسيان ربما عندك تقصير الصدقات مختلفة غير الزكاة ابتسامتك للناس إماطة الأذى عن الطريق معاونة إنسان محتاج أي عمل فيه خير وبر وإتمام ونشر للفضيلة بين الناس هذا كله من أسباب دخول الجنة طيب ما هو أعضل نعيم من نعيم الجنة الجنة فيها نعيم كثير فيها الفاكهة ما تشتهي من فواكه فيها لحم طير ما تشتهي تشتهي لحم طير فينزل لك الطائر جاهز للأكل تشتهي تلك الثمرة وأنت متكع على أريكتك أو كرسيك في الجنة فتقرب لك تلك الشجرة وتأكل من تمرها تشتهي هذا اللبن تشتهي هذا الماء تشتهي هذه الخضرة تشتهي القصور كله موجود أعظم شيء أعظم نعيم ستحصل عليهم قيامة هو رؤية المؤمنين لله تعالى نظر الناس المؤمنين نظرهم لله وهو نور السماوات والأرض والله نور سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال النظر هذه لله سبحانه وتعالى تزيد الناظر بهاء وجمالا لذلك أهل الجنة يجتمعون كل جمعة ليروى الله عز وجل فيرجعون إلى أهليهم في الجنة في بيوتهم في الجنة يرجعون أجمل مما ذهبوا إليه سابقا قال تعالى وجوه نومئذ ناظرة يعني مسفرة مستبشرة إلى ربها ناظرة يعني تنظر بعينها نظرت إلى الله عز وجل فنظر وجهها وبيض وجهها وجمل نور وجوه هؤلاء المؤمنين قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته القمر يوم البدر يوم خمسة عشر أو يوم أربعة عشر أو يوم ستة عشر يكون مكتمل يكون مرتفع في السماء فلو تزاحم الناس جميعا على أن يروا القمر هل سيغطي أحدهم على أحد ولا يمكن يرون القمر لا القمر مرتفع جدا فالجميع سيراه واضح والله عز وجل والله المثل الأعلى سبحانه وتعالى الجميع سيرون الله عز وجل في الجنة ويزدادون نعيما وجمالا وبهاءا بنظرتهم لله سبحانه وتعالى لا تضامون لا يمكن أحد يغطي على أحد في نظرهم لله سبحانه وتعالى أما النار عاذنا الله وإياكم وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التعود من النار في حديثة كثيرة منها دعوة أن تدعو بعد كل صلاة وتقول اللهم أجرني من النار سبعا اللهم أجرني من النار 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 استعد منها كثيرا والرسول عليه وسلم استعد منها كثيرا وحث النبي صلى الله عليه وسلم أمتها والاستعادة منها النار فالله عز وجل أعدها هي معدة في الأساس للكافرين والمنافقين لكن العصاة يمرون عليها ويدخلونها من قصر في أمور إسلامه لأجل أن يتطحر ويتنظف لأن الجنة لا يدخلها إلا طاهر لا يدخلها إلا إنسان لا ذنب عليه لا يدخلها الذنوب وسخ كما هو الوسخ على الثياب فلا يدخل الجنة إلا نظيف فلا يمكن أن يدخل الجنة إلا وقد تطحر من النار ففي الأساس هي معدة للكافر الكافر هو الجاحد لله الله ينعم عليه ويقول لا أنا لا أعبده المنافق جبان هو كافر لكنه مع المسلمين يصلي ومع المسلمين يذهب ويجي وهو ضد المسلمين في الأساس ويسعى لضدهم كما درستوه سابقا في إحدى الدروس مكان النار في الأسفل أين مكانها ومخفي الآن لا يعلم أين مكان والجنة والنار وستأتي بعد زمن وعد قيام القيامة كما ذكرنا سابقا أن النار ستجر ستجر وتأتي يحملها سبعون ألف ملك سلها سبعون ألف زمام يعني عروة لكل عروة يحملها سبعون ألف ملك ينزلونها وهي ثقيلة عظيمة كبيرة جدا عميقة في مكانها قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خاردين فيها أبدا لا يخرجون منها أما عصات المؤمنين ستدخلون النار ثم يخرجون منها تطهيرا إلى الجنة قال تعالى في مصير المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا المنافق والكافر هما وجهان لعملة واحدة نتذاك قليلا أسباب دخول النار هي عكس أسباب دخول الجنة أسباب دخول النار الكفر الشرك الله عز وجل هو الذي أنعم عليك وأرسل رسله إليك لكي تطيع الله وتعبد الله وهذا لا يريد طاعة وعاصي عن الطاعة والعبادة والصلاة والصوم والزكاة وغيرها فهذا سبب سبب دخول النار والخلود أيضا فيها السبب آخر هو الشقاء كما ذكرنا في المقدمة أن هذا الشخص شقي بنفسه أشقى بدنه فتجده يعني 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 دخل في موضوع كمخدرات أو دخل في موضوع مؤذيات البدن من المحرمات كالدخان أو مؤذيات النفس كبعض المشاهد والأفلام وغيرها التي تؤذي النفس دخل في موضوع أذية الآخرين أذية أبنائه أذية زوجته أذية جيرانه أذية الطريق مثل التفحيط وغيرها هذه كلها أمور فيها شقاء فكل ما فيه شقاء على نفسه أو بدنه أو قريبه أو جيرانه أو بلده أو الدابته مثل المركبة والسيارة وغيرها كلها أسباب ليست معينة دخول الجنة بل هي أسباب معينة دخول النار طيب هنا تبادر لذهن إذا رأينا أحدا يعمل بأسباب دخول الجنة ورأينا أحد يعمل بأسباب دخول النار فهل نقول هذا من أهل الجنة أو نقول هذا من أهل النار لا لا يجوز أن نحدد شخصا بعينه بإسمه بشكله ببدنه أن هذا من أهل الجنة أو نقولنا هذا من أهل النار إنما نحن نحن نقول صفة صفة عامة أن من حافظ على الصلاة فإنه سيدخل الجنة أن من قصر في الصلاة أن هذا سبب الدخول النار صفة عامة لكن كأشخاص لا نستطيع التحديد لأن الأشخاص الأعمار بيد الله فلا نعلم قد يكون هذا الشخص يعني يوما ما سيهتدي ويصح حاله ويستمع لنصيحتنا ثم يختم إن شاء الله له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة أو العكس يكون أعمال خيرة وطيبة ودعوات ثم بعدين يعني يختتم له بعمل من أعمال أهل النار فيموت على عمل أهل النار فيموت فيدخل النار أما من مات وشهد الله عز وجل له بأنه من أهل النار كمثال كمثال فرعون الله عز وجل ذكر في القرآن فرعون من أهل النار إبليس ذكر في القرآن أن إبليس من أهل النار أيضا أهل الجنة من شهد رسول الله عليه وسلم لهم أنهم الجنة مثل عشرة مبشرين بالجنة شهد الرسول أن هؤلاء أسمائهم أنهم في الجنة فنشهد لمن شهد لهم الله عز وجل أو رسوله بالجنة أو بالنار قال أتاني جبريل قال من مات لا يشرك بشرني من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وكل من مات على الشرك فهو من النار من مات يشرك بالله شيئا دخل النار صفة عامة طيب هؤلاء المشهود لهم بالجنة الرسول عليه وسلم شاهد لهؤلاء العشرة أنهم بالجنة شهادة من الرسول أعطاهم الرسول عليه وسلم شهادة أن هؤلاء بالجنة وهناك شهادات لغيرهم لكن هؤلاء وردوا في حديث واحد الرسول عليه الصلاةв في مجلس وفي جلسة قال أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي بن بيطالب في الجنة طلح بن عبيد الله في الجنة الزباب العواب في الجنة سعد بن عبيقص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيد بن عامر بن الجراح في الجنة وشهد في حديث آخر للحسن والحسين أبناء علي بن بيطارب imprison قال سيدة شباب أهل الجنة وشاهدت صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر لعكاشة بن محصن أنه في الجنة وشاهدت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأهل الصفات معينة أنهم يدخلون الجنة من لم يسترقي أو يكتوي فأنه لا يدخلون الجنة بلا حساب مع ذا بصفة عامة طيب هذه الشجرة تكتب فيها المبشرين عشرة المبشرين في الجنة من شاهد الله عز وجل لهم بالنار كما ذكرنا سابقا فرعون وأيضا أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه سورة تبت يدا أبي لهب وتب فذكر الله عز وجل في سورة له خاصة بأنه من أهل النار وكذلك زوجته وأمرته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذه زوجته زوجة أولاهب شاهد الله في القرآن أنها من أهل النار عمر بن لحي الخزاعي الذي أحضر الأصنام إلى جزيرة العرب هذا الربي صلى الله عليه وسلم الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم شهد له أنه في النار قال لرأيت عمر بن الخزاعي يجر أمعاءه في النار لأنه هو أول من أتى بالشرك إلى جزيرة العرب طيب إذن إعادة سريعة لما سبق موضوع الجنة والنار هما النتجتان النهائتان للعبد بأعماله السابقة التي كانت في الدنيا فالنتيجة إما إلى جنة والنار من لم يشرك في الله شيئا وقد أركان الإسلام وأركان الإيمان التي درسناها سابقا فالنتيجة الجنة من خالف ذلك فالنتيجة النار وأن الجنة مليئة بالنعيم وأنها درجات وأعلاها في الدوس الأعلى وأن لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد الله له أنه بالجنة أو شهد الله له بالنار أو شهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بالجنة أو شهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بالنار أما باقي البشر فإن صفات عامة من عمل عمل كذا فهو في النار ومن عمل عمل كذا فهو في الجنة من مات على شرك وعرف ذلك أنه من أهل الكفر والشرك فيشهد له في النار ومن مات على إيمان من أهل العلم والصلاح والجهاد والفلاح والخير والبر والصدقة فيشهد له أيضا النار رسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهدوا الله في أرضه في أحد الأحاديث أن الجنة أن النار أيضا هي دركات أسفل السابين وذكرنا العشرة المبشرين في الجنة وذكرنا بعض أسماء من بشر بالنار عياذا بالله منها وذكرنا أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على السعادة من النار بدعوة اللهم أجير من النار عنده بعد كل صلاة نسأل الله لنا ولكم العفو والعافي من النار وسأل الله لكم اللقاء ومن تحبون في جنة الخلد اللهم أمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر